السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبمن يكتب له حسن الخاتمة وبمن يكتب له سوء الخاتمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم ومناسبة هذا الحديث كما ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة أحد وكان هناك صحابي كان يقاتل كأشد ما يكون القتال ولم يذكر اسمه فجاء الصحابة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أبلى واحد مننا مثل ما أبلى فلان أكتر واحد فينا كم بيقاتل أهو من أهل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل النار كاد أن يفتن بعض الصحابة بهذا الكلام الزي ده من أهل النار ومال من يخش الجنة لما ده يخش النار فقال واحد منهم أنا صاحبه يا رسول الله يعني أنا ملازم له هشوفه هيعمل إيه وأقول لك فالمهم وبدأت الجولة الثانية من القتال فدخل هذا الرجل الذي كان يقاتل قتالا شديدا فأصيب إصابة يعني مؤثرة فلم يتحمل فوضع ذبابة السيف أو ذبابة الرمح بين صدره واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا فجاء صديقه أو صاحبه وجاء إلى النبي هو يجري ويقول أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي وماذاك إلا خلقته لكذا قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا يعني مات منتحرا فوضع النبي صلى الله عليه وسلم تلك القاعدة العامة للصحابة وللأمة من بعدهم فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة زاد الإمام مسلم لفظة فيما يظهر للناس بأن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس يعني كان يعمل ذلك رياء وليس ابتغاء مرضات الله حتى إذا مقترب أجل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وفي المقابل وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا مقترب أجل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم فلا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار بل لابد الإنسان أن ينظر إلى خاتمة العبد شوف الخواتيم أهم معي الخواتيم فإن أراد الله بعبد خيرا ختم له خاتمة أهل السعادة بفضل الله سبحانه وتعالى يموت ساجدا يموت وهو يطوف حول الكعبة يموت وهو يقرأ الكرآن يموت وهو في سبيل الله سبحانه وتعالى في العمل أو في السعي على الرزق أو في السعي على الأرملة أو في صلة أرحام أو في طلب علم إلى غير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده أهم حاجة حسن الخاتمة لا تنظر إلى أحوالك ولا تعجب بعبادتك ولا بأحوالك ودائما نرجو الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة دائما الإنسان يكون عايش بجناحي الخوف والرجاء يغلب جانب الخوف شيء بسيط جدا طول ما هو عايش عند الموت أو عند المرض بتاع الموت يغلب جانب الرجاء حتى يلقى الله وهو حسن الظن بالله كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله إذن فلا بد للإنسان ألا يأمن على نفسه حتى يضع قدميه داخل الجنة ولذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله رحمة وسعى متى الراحة يا إمام قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في الجنة أسع الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته